الأخبار من الحدف بعد أن دمرت الميليشيات منازلها وخطفت أهاليها مطالبات بتدخل أممي لإيقاف مجازر الحوثي بحق الحيمة ميليشيات الحوثي تؤدي الولاء لإيران وتفتتح احتفالاتها بالنشيد الوطني الفارسي حتى مقاهي الفقراء لم تسلم من أتوات الحوثي في صنعه أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة أكدت منظمة مساواة للحقوق والحريات أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق أهالي منطقة الحيمة شمال التعز هي جرائم جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية وقالت المنظمة في بيان لها أن الميليشيات الحوثية مستمرة في ارتكاب جرائم مروعة بحق أهالي وسكان عزلة الحيمة في محافظة التعز لليوم الثالث على التوالي وأشارت إلى أن الميليشيات قصفت خلال اليومين الماضيين قرى ومنازل ومزارع أهالي منطقة الحيمة بمدافع الهاون ومختلف الأسلحة الثقيلة ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة أحد عشر آخرين معظمهم من النساء إلى جانب اعتقال أكثر من ثمانية وعشرين مدنيا بينهم ثمانية أطفال وأربعة منازل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في منطقة الحيمة هي انتهاكات بحق الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى انتهاكات بحق الرجل والمرأة والطفل هناك حملة عسكرية ملشاوية تحاصر المنطقة اليوم الرابع على التوالي حصار وقصف عشوائي على المنطقة الميليشيات الحوثية تفرض أكثر من ثلاثين نقطة على مداخل ومخارج المنطقة لا يخرج أحد ولا يدخل في المنطقة القرحة تنزف حتى تنتهي يعني هناك إبادة جماعية لأسر نهب الممتلكات المزارع نهب المواشي نهب السيارات ميليشيات الحوثية تفرض حصار خانق على منطقة الحيمة يحاصلون المواطنين ممنوع من الخروج يفرضون الحصار المطبق لا يوجد إسعافة أولية ولا أي مستشفيات حوالي تسع عشر هداء حتى الآن وأكثر من ثلاثة وعشرين قريح يداهمون المنازل حوالي ثلاثة وستين منزل تم مداهمته واقتحام البيوت وترويع النساء والأطفال وأخذ الأطفال كرهائل لدى الميليشيات الحوثية للضغط على بناء الحيمة حوالي ثلاثة عشر منزل تم تفقيرها وتم تهديمها بسبب القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة وأسلحة الثلاثة العشرين المتوسطة أحداث البلاد وضع كارثي بامتياز حملة مداهمات للمنازل حملة اعتقالات واسعة حصار كل المنافذ قصف من الأماكن المرتفعة الدخول صعب جدا والخروج منها كذلك صعب جدا الناس لا يستطيعون يسعفون القرحة الانتهاكات صارخة بحق حقوق الإنسان بحق النساء وحق الأطفال وضع مزري جدا اليوم أطفال الحيمة رهائل لدى الميليشيات الحوثية ليس يكون متفرقة بين ذمار وتعذ في مدنان الصالح اليوم العوائل تقصف والنساء ممنوعات من الخروج لقلب الماء ومؤمن المنازل والناس محرومة من حق العيش والخروج لقلب الرزق جريمة تفجير المنازل بدأتها ميليشيات الحوثي من صعدة من 2004 لما جاءت الحرب الأولى بدأت بتفجير منازل بعض من مشايخ صعدة وأولهم منزل الشيخ عثمان مجلي منزل كبير ثم فندق في وسط مدينة صعدة تم تفجيره انتقلت بعد ذلك في منطقة حوث فجرت منزل أولاد الشيخ عبد الله بالحسين الأحمر أما منطقة حجور فحدث ولا حرج أقلقت المنطقة وفجرت ما لا يقل عن 32 منزل أسرة بالمجمل هي 14 منزل لكنها يسكن بداخلها 32 أسرة منازل كبيرة منازل تقدر بالملايين ثم في صنعة وفي إب وفي البيضة وفي مناطق متعددة تفجير منازل بالعشرات 820 أو 816 منزل إلى شهر 11 2020 الآن في هذا الأسبوع المنازل التي فجرتها يعني في غفلة والناس يعني من شغلون بأشياء ذانية في منطقة الحيمة في منطقة مدارات في تأز هي تعبث عبث لا يعلمه إلا الله لمناقشة هذا الأمر ينضم معنا من القاهرة مراد الغارتي عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية ورئيس منظمة التمكين للتنمية وحقوق الإنسان وأيضا معنا من تعز أيمن الكمالي المدير التنفيذي لمركز تعز الحقوقي أهلا بكم ما سأبدأ من تعز سيد أيمن نريد أن نعرف منك بالتفصيل ماذا يحدث إضافة على ما ذكره الأخرون في الفيديوهات التي ظهرت قبل قليل تفضل السلام عليكم ورحمة الله ومساء الخير ما يحدث في منطقة الحيمة حاليا هي حملة عسكرية لا ليست الأولى هذه الحملة تعتبر الحملة الثالثة بعد حملتين كانت في السنوات الأولى لا شك أن الأرقام التي وصلتكم قديمة وليست الأرقام القديدة التي وصلتنا نحن في مركز تعز الحقوقي الأرقام التي وصلتنا أن هناك ثمانية قتلى 24 قريح من المدنيين تم مداهمة 63 منزل تم اختطاف 73 مواطن بينهم 13 طفل هؤلاء الأطفال تم أخذهم كرهاء من منازلهم إلى أماكن مجهولة يعتقد أنهم في سكون الميليشيات وفي محافظة أخرى غير محافظة تعز يعتقد أيضا أنهم في ذمار أو في إب أيضا تم تدمير 21 منزل من هذه المنازل تم تدمير خمسة منازل تدمير كل ثلاثة منها تم تفجيرها بشكل بعبوات ناسبة الحصار لا يزال مستمر في قرى ومناطق الحمى قرية الفودعية وقرية المنزل وقرية السائلة إلى الآن لا يزال القصف مستمر فيها محاصرة من جميع الاتقاهات الميليشيات حتى الآن تعمل على التمركز في مناطق مرتفعة قليلة لكي يسأل عليها استهداف هذه القرى لا يزالوا حتى الآن محاصرين لهذه المناطق ولم يتوقفوا طيب سيد أيمن ما هي هذه الأهمية ما هي أهمية هذه القرى والمناطق حتى تقوم هذه الميليشيات بحصارها ليست لها أي همية من ناحية العسكرية هي في مناطقهم تعتبر المشكلة التي حصلت هو أنهم أرادوا أن يستولوا على مزارع للمواطنين هناك من قبل مشرفين تابعين للجماعة الحوثية هؤلاء المشرفين أرادوا أن يستولوا على هذه المزارع وأخذ القبايات منها لكن المواطنين هناك رفضوا لأنهم أتوا بالقوة بعد أن رفض المواطنين تم إخراج هذه الحملة العسكرية وأخذ الأطفال قتل النساء وحتى الآن لا تزال هذه القرى محاصرة فقط لأنهم لم يعطوهم المزارع التي أرادوها هل تواصل معكم أحد من الحكومة الحالية أو هيئات حقوق الإنسان أو من المنظمات الأممية هنا المشكلة ما يحدث في الحيمة قريمة كبيرة وهولوكوست وإحراق إبادة جماعية للمواطنين هناك إلى الآن المواطنين نناشدوننا ونحن بدورنا عبر قناة الحدث الآن نوصل هذه المناشدة إلى جميع منظمة الأمم المتحدة إلى كل المؤسسات العاملة في المجال الحقوقي والإنساني إلى كل المحامين والحقوقيين بالعمل على إيقاف هذا الهولوكوست الذي يحدث الآن في منطقة الحيمة الصمت الذي يحدث من قبل منظمة الأمم المتحدة من قبل المؤسسات الحقوقية الآن هذا يعتبر مخزي وصمت مخزي لمنظمة القيمة الإنسانية التي تنتهبها هذه المنظمات يجب إيقاف هذه الحملة العسكرية التي تقتل المواطنين هناك تقتل المدنيين تفكر المنازل تقتل النساء تأخذ الأطفال الكرهائين إلى سجون مجهولة يجب إيقاف هذا العمل الآن ونناشد أيضا المنظمات الأممية أن توصل المساعدات لتلك المنطقة المحاصرة نعم نتمنى بالطبع أنهم يسمعوا نداءك الآن عبر شاشة الحدث من القاهرة معي ضيفي سيد مراد الغارتي سيد مراد سمعت المأساة والمعاناة التي يعاني منها أهل الحيمة وعدد من القرى الأخرى ماذا يمكن أن تقدم هيئة حقوق الإنسان المستشارين في هيئة حقوق الإنسان كيف يمكن أن تقدموهم توصلوا أصواتهم إلى المنظمات الأممية أيضا لتقديم الدعم والمساعدة مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين وعلى ضيفك الكريم من مركز تعز الحقوقي في الحقيقة دعيني أوضح بعض النقاط أولا أن هناك تضليل تمارسه ميليشيات الحوثي لما يحدث في الحيمة باعتبار أن هناك رافض لتقديم المزارع أو الضرائب لتلك الميليشيات من قبل المواطنين لكنها في حقيقة الأمر هي محاولة لتطويع الناس والمواطنين لوحجدهم إلى قبهات القتال هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك محاولات لنهب أموال هؤلاء وابتزازهم وأيضا الذهب بأطفالهم وشبابهم وهناك الكثير من الشباب الموجودين في هذه المناطق ونحن نتحدث هنا عن إحدى العزل في المديرية يعني أنها تضم أكثر من 11 ألف شخص أو 11 ألف مواطن وعدد كبير من القرى وأيضا عدد كبير من المساكن وكل هذه القرائم والممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي كما تحدثت ضيفك الكريم ترتقي إلى مجموعة من الانتهاكات والقرائم وهي قرائم حرب وقرائم ضد الإنسانية وأيضا هي نفس الممارسات أو شبيهة بالممارسات التي تمارسها داعش من خلال تفقير المنازل وأخذ الناس رهائن وأيضا اعتقالهم وقتلهم وتدمير منازلهم وأيضا مسألة التهجير القسري وهذه واحدة من المسائل المهمة التي ينبغي أيضا التركيز عليها هناك عمليات للرص والتوثيق التي تتم حاليا منذ أربعة أيام أو أكثر من أربع أيام والحديث يدور حول موضوع الحيمة والذي تزامن أيضا مع وصول المبعوث الأممي السيد مارتن غريفث والذي لم يكن هناك أي استقابة أو ردود فعل من قبله كل هذه المسائل هي مسائل مهمة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار حتى لا تقوم ميليشيات الحوثي بتضليل الرأي العام الداخلي أو الخارقي لما يحدث أو ما يترتكب هذه الميليشيات من انتهاكات وقرائم لتغطية قرائم أخرى وهي تظهر أيضا في الحقيقة كقرائم كبرى كل ما حاولت أن تغطي قريمة سابقة كل التحركات التي ينبغي أن تتم في مسارات متعددة أولا على الحكومة اليمنية أن تتبع مثل هذه الانتهاكات والقرائم وتقوم برصدها وتوثيقها وتشجيل لجان تحقيق مباشرة في هذا الموضوع وأن تستدعي أو تفتح مجالا للمواطنين المتضررين لتقديم شكاويهم وبلغاتهم ورصدها في وزارة حقوق الإنسان تحديدا أو وزارة الشؤون القانونية حقوق الإنسان الجانب الآخر ينبغي على المجتمع الدولي وتحديدا عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي لديها مكتب في عدن ومكتب في صنعاء أن تقوم أيضا بتتبع هذه الحوادث أو القرائم والانتهاكات التي تبارسها ميليشيات الحوثي وأن ترفع بتقاريرها الحقيقية وتعلنها للناس عن ما يرتكب من انتهاكات ضد المواطنين والقارب الآخر وهو ما تقوم به منظمات المجتمع المدني لإيصال صوتها إلى المجتمع الدولي للتحقيق في هذه القضايا وإيقاف فوري لهذه الهجمات والانتهاكات التي تبارسها ميليشيات الحوثي طيب سيد أيمن أنا أريد أن أعرف منك الآن بالنسبة للأسر التي دمرت منازلهم أين يقتنون الآن سيد أيمن تسمعني الأسر التي دمرت منازلهم تم إخراج هذه الأسر وتم خروجهم إلى مناطق جبلية هذه الأسر حتى الآن لم تعد إلى منازلها نحن الآن ندلعون مناطق جبلية أين؟ أريد أن توضح للمشاهد أين مناطق جبلية؟ عندهم خيام، عندهم بيوت، راحوا لأقاربهم أين راحوا؟ هناك و هناك نحن في المجتمع اليمني يعني في طبيعة الحال تشابك على قد اجتماعية تخرج هذه الأسر، معظم هذه الأسر إلى أقاربهم إلى أماكن أخرى لكن الآن نحن أمام قرحة أمام قرحة هناك في مناطق الحيمة لم يتم حتى الآن عمل شيء لهم نطالب كل المنظمات أن نزول المستعقل إلى هذه المناطق هل تواصلتم مع مفوضية حقوق الإنسان؟ نحن نوصل مع مفوضية حقوق الإنسان لأحد مكاتبه سواء في عدن أو في صنعه؟ نحن نوصل معاناة المواطنين إلى العالم بأجمع و عبركم الآن نناشد الجميع أن يلتفتوا لهذه المنطقة التي تتعرض للقصف المتواصل طيلة أسبوع الآن ما يقارب الأسبوع لم يتوقف القصف حتى الآن الأرقام لا تزال ليست الأرقام النهائية الآن لا يزال القصف مستمر لا يزال المدهمات للبيوت مستمرة طيب بالنسبة للوضع الصحي المستشفيات كيف وضعها أو المراكز الصحية كيف وضعها؟ ليس هناك أي مراكز الآن ولذلك نشدنا من أقل القرحة الذين توقدون وسط هذه المناطق بنزول ميداني إلى تلك القرحة من قبل المنظمات من قبل الصليب الأحمر الدولي و عمل حلول لهذه المأساة التي تحصل الآن لا نعلم مصير القرحة الآن ولا نعلم مصير كثير من الذين تعرضوا لهذه المقريمة التي تحصل الآن في منطقة الحيمة طيب سيد مراد حسب ما نسمع الآن من أستاذ أيمن يبدو بأن الوضع مأساوي بشكل كبير لا توجد مراكز صحية لا توجد هناك أي اهتمامات سواء بالجرحة سواء بعدد من القتلى أنتم كهيئة حقوق الإنسان لماذا فقط تنتظرون المبادرة الدولية لماذا لا تناشدونهم خصوصا فيما يحدث الآن في الحيمة هناك مناشدات وقهت بالطبع من الوزارة حقوق الإنسان ومن الهيئة وأيضا من منظمات مجتمع مدني أخرى للمجتمع الدولي ولكن دعيني أقول بأن المجتمع الدولي ربما تكون تحركاته متأخرة أو تأتي وفقا لروتين ممل وطويل أو بطيء من قبلهم التحرك الحقيقي أو الضروري الذي ينبغي أن يتم مباشرة هو من قبل الحكومة أن تفتح المجال للناس وأن توفر ملاقع أو معاوي للناس ليصلوا إليها من هؤلاء المهجلين قسريا وأيضا تستدعي كل الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لهذه التفقيرات أو هذا القصف أو تطلب منهم إفادها أو موافاتها بالمعلومات الكاملة هذه الخطوة الأولى والخطوة الثانية تعلق بمسألة الدعم الإنساني للأشخاص الموجودين أو المتواجدين في القرية أو الذين هقلوا من هذه القرية النقطة الثالثة تعلق بمسألة الرصد والتوثيق التي ينبغي أن تتم من قبل الحكومة الشرعية ومنظمات المجتمع المدني ومركز تعيز الحقوق بالطبع قد بدأ بهذه العملية عملية التوثيق والرصد وهذا يفترض أن يتم البناء عليه أنا لا أريد أن أتحدث عن دور المجتمع الدولي نحن لاحظنا في مرات سابقة كثيرة في كشر في حقها في مارب في الحديدة في القوف في استمرار حصار تعيز والقصف الذي يتم والمناشدات التي تخرج أمام المجتمع الدولي والأصوات التي تتعالى لم يحرك المجتمع الدولي ولا حتى المنظمات الدولية لم تحرك ساكنا تقاه ما يحدث من انتهاكات وقرأم بحق البدنيين تحديدا في تلك المناطق لم يتحرك هناك ربما تسييس للملف أو ربط سياسي للملف الحقوقي والإنساني وبالتالي هذا يضعف تلك الأصوات ويضعف أيضا التحركات بالإضافة إلى البطء والروتين الذي يمارسه المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة تحديدا في التعامل مع مثل هذه القضايا وبالتالي الحاجة هنا في الداخل إلى التحرك وربما أن التحرك لن يتم أو لن نستطيع فعلا التحرك في المجال أو في المجال القغرافي أو في المنطقة نفسها ولكن على الأقل يتم الرصد والتوثيق وإصدار التقارير في هذا الموضوع لأنها حتى هذه القرائم لا تسقط بالتقادم نعم يعني أؤكد على هذه اتضحت الصورة سيد مران حسب ما ستتم نعم في الدقيقة الأخيرة يا سيد أيمن إذا كانت هناك أي كلمة تريد أن توجهها للحكومة اليمنية الحالية أو المنظمات الأممية المتواجدة في اليمن تفضل نحن نوجه الرسالة للمنظمة الأمم المتحدة بأن تعمل الحلول اللازمة لهذه المنطقة المنطقة لأن تتعرض لإبادة جماعية هولوكوست وإحراق مستمر لم تتوقف من دماء القارب أسبوع أيضا نناشد الحكومة اليمنية بأن توصل أيضا هذا الصوت إلى منظمة الأمم المتحدة وأن تطالبها بإيقاف هذه الانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعة هذه جماعة إرهابية تمارس كل أنواع القرائم التي تعد قرائم حرب وتعد إرهابا في قانون الأمم المتحدة وفي كل القوانين العرفة الدولية نعم شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين كان معنا من تعز أيمن الكمالي المدير التنفيذي لمركز تعز الحقوقي وأيضا كان معنا من القاهرة مراد الغارتي عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية ورئيس منظمة التمكين للتنمية وحقوق الإنسان شكرا جزيلا لكم في الحديدة استهدفت ميليشيات الحوث الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة التحيطة جنوب الحديدة وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في الأطراف الشمالية لمركز التحيطة وأضافت المصادر أن الاستهداف الحوثي سبب حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين القاطنين في منازلهم تداول ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر افتتاح ميليشيات الحوثي لبعض الفعاليات في صنعاء على أجواء النشيد الوطني الإيراني وهو الأمر الذي يكشف حجم التدخل الإيراني في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين خاصة بعد وصول السفير الإيراني الجديد لدى الحوثي حسن إيرلو إلى العاصمة صنعاء شن القيادي في ميليشيات الحوثي محمد عبد السلام هجوم لاذعا على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث الناطق باسم الميليشيات ورئيس وفدها المفاوض قال إن المبعوث الأممي ينشغل بالشكليات وزيارات فارغة المحتوى للتغطية على استمرار الحرب مشيرا إلى أن جريفث يتجاهل المعاناة الإنسانية الكبرى التي يعاني منها كل أبناء الشعب اليمنية فرضت ميليشيات الحوثي جبايات على عشرات المطاعم الشعبية البسيطة التي يملكها ويقصدها الفئات المحتاجة في العاصمة اليمنية وبحسب مصادر محلية فإن الميليشيات نفذت حملات جبايا استهدفت عشرات المطاعم الشعبية وحملات دهم واسعة بعربات ومسلحين وأجبر ملاك المطاعم على دفع أتوات مالية صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن عدد من ملاك تلك المطاعم الشعبية قولهم إنهم باتوا غير قاترين على الإيفاء حتى بأدنى التزاماتهم من إجارات واحتياجات محالهم ونفقات أسرهم من عائدات مطاعمهم وزادتهم حملة الجباية الأخيرة التي تنفذها ميليشيات الحوثي عبءا إضافة إلى سلسلة حملات سابقة تحت مسميات غير قانونية وسبق أن كشفت أرقام وإحصاءات محلية أن الميليشيات جنت قرابة ثلاثة تريليونات ريال من الجبايات التي تفرضها على اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها الأخبار من الحدث بعد أن دمرت الميليشيات منازلها وخطفت أهاليها مطالبات بتدخل أممي لإيقاف مجازر الحوثي بحق الحيمة ميليشيات الحوثي تؤدي الولاء لإيران وتفتتح احتفالاتها بالنشيد الوطني الفارسي حتى مقاهي الفقراء لم تسلم من أتوات الحوثي في صنعاء شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة دوم من قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا معها وتابعوها وأيضا زوروا موقعنا الإلكتروني الحدث ثا دوت نيت في أمان إلا اشتركوا في القناة